بعت الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وأكد الفريق أول محمد زكي خلال البرقية أن رجال القوات المسلحة يجددون العهد على أن يظلوا أوفياء لقسم الولاء للوطن حراسا للأرض والإرادة عاملين على أن تمتلك القوات المسلحة من أسباب العلم والقوة ما يعزز من قدرتها ودورها الوطني في الدفاع عن الوطن ومقدراته وتاريخ الحضري العريق كما بعث الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة